موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة وهنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية وغاية الحساسية هل الكلام اللي أنا بقوله لأطفالي هم مصغيرين هل الكلام ده بيؤثر عليهم معرفيا أو سلوكيا أو نفسيا هل لما أقول لابني برافو هل دي هتؤثر فيه إيجابيا هل لما أقول للولد يا فاشل هل هتؤثر فيه سلبيا هل لما أشتم ابني أو بنتي هل الشتيمة دي كلام عابر لن يؤثر ولن ياخدش شخصية الولد هل الأسرة لها دور في تراكم سلبيات كبيرة جدا من العنف اللفظي العنف بس مش بالإيد مش بالرجل لا لا ده فيه عنف أشد وأخطر والعنف اللفظي ما يصدر من اللسان حتى الشاعر بيقول جروحه السهام لها التقام ولا التقام لما جرح اللسان ممكن واحد يتجرح في إيده سهل يتداوى لكن كلمة واحدة كلمة واحدة من الصعب جدا من الصعب جدا إن احنا نداوي جراح هذه الكلمة حلقة النهاردة مهمة جدا هي خاصة جدا للآباء والأمهات والمربيين والمعلمين وغيرهم أنصح بعد موجود الأطفال الكلام بيستهدف مكون مهم جدا والمكونات الإنسان عندنا المكون اسم المكون المعرفي والمكون الوجداني والمكون الأفعال والتصرفات يعني المكون بتاع الأحاسيس والمشاعر والحب والكر ده مهم جدا نربي أولادنا على ده يحب مين ويكره مين جانب الأحاسيس والمشاعر والعواطف جزء التاني المعرفي مجموعة المفاهيم والمعتقدات اللي حضرتك بتغرسها جوه زهن ابنك أو بنتك دي بتعيش معه العمر كله لو حضرتك حطيت جوه ابنك معتقد أن انت فاشل هيفشل العمر كله وانت السبب لو حطيت جوه ابن حضرتك معتقد أن انت ناجح هينجح العمر كله الأسرة هذا الكيان الهام جدا أكثر من يؤثر على الطفل في سنوات حياته الأولى الأسرة قاعد معاك 24 ساعة مجموعة المعتقدات مجموعة الكلام الأفكار اللي حضرتك بتغرسيها جوه زهن ابنك مش هتتغير العمر كله لو ابن حضرتك سألك عن الفازة وقلت له على الفازة دي إنها ترابيزة هيعيش العمر كله مصدق أن ترابيزة مش فازة لذلك حتى في العلاج المعريف السلوكي الناس المتخصصين من الصعب جدا تفتيت الأفكار التي تم غرسها الأفكار الجسيمة والعميقة جالي في العيادة حالة من أصعب الحالات اللي أنا شفتها من إحدى قرى الصعيد جاءت ونزحت إلى القاهرة تطلب الدواء والشفاء من قضية كبيرة جدا إيه القضية القضية إن هي شايفة إن هي مش ست هي عندها 24 سنة أنوستها واضحة جمالها مناسب لكن شايفة إن هي مش أنسة أنا مش ست أنا مش بنت أنا مش أنسة طب حضرتك متجوزة ومخلفة ولد وبنت آه بس أنا برضو مش أنسة أنا مش ست أنا راجل أنا ذكر هذه الزكورة التي تحس بيها لما عملنا الهيستوري بتاعها واسترجعنا الأحداث من ساعة بداية من الميلاد إلى سن هذه الجلسة آه كانت بتقول إن والدها دايما دايما آه بيقول لها أنت راجل أنت راجل أنت راجل كلمة دي أبوها لما قالها مش معتقد إن هي هتظل معاها الحد ما كبرت وعايزة تعمل عملية لتغيير نفسها من أنسة إلى ذكر يعني أنا كأب ممكن أقول لأبناء كلمة تؤثر فيهم العمر كله طبعا لا شك لو حضرتك قلت لابنك أنت بطل أنت رائع هيعيش العمر كله بهذه المفاهيم بنت معاها يعني كلية كلية أنه الكليات القمة مستوى جمالها عالي جدا لكن شايف أنها قبيحة المنظر شكلها وحش شايف كده يا فندم حديك مستوى جمالك عالي جدا لا لا أنا شايف نفسي قبيحة ومش طيقة نفسي ومش تاقش لما عملنا شفنا الحالة وشفنا تطور حياتها نقينا أن والدها كان يمارس عليها العنف اللفظي أنت مش حلوة أنت مش حلوة لا تفسدوا أبنائكم بالكلام اللي بنعملش حسابه مش خدم بالنا ناس كتيرة بتجيلنا في العيادات النفسية أن الولد عنده اضطراب اسمه اضطراب الهوية الجنسية أو الاضطرابات المثلية الأم مش واخدة بالها أنها قد تكون سبب في أن ابنها يحصل له هذا الاضطراب يكون عنده رغبة لأنه هو يمارس العلاقة الحميمة والجنس مع شخص مثله إيه السبب الرئيسي؟ الأم أو الأب لما الولد يكون في سن مبكر من سن الطفولة والأم تقول له يا ده إيه الجمال ده إيه العسل ده ده أنت أحلى من البنات ده أنت لو بنت كنت يعني الإرسان يخطفوك خط ده أنت يعني وهذا الكلام تحط له طوكة في شعره تلبسه لبس أخته البنت تبوسه في بقه مش عارف جات منين بوست البقه دي للأطفال دي كارثة هي مش واخدة بالها أن الأفكار والعواطف والأحاسيس والمشاعر والتعفعال والتصرفات اللي بتصدر منها تجاه هذا الولد بتفسد الولد وبتخلي الولد عنده ميول أنسوية لذلك من سن سنتين ونصف فما فوق نؤكد على الهوية أنت راجل أنت ذكر أنت ولد لازم تأكدنا على الهوية لذلك مضوع خطير جدا الكلام اللي أنا بقوله ومش واخدة بالي من خطورته يدمره ده يدمره العمر كله من أكتر الحاجات اللي بيصعب علاجها في العيادات النفسية الأفكار والمعتقدات التي تم غلثها في سن الطفولة معايا صور وفيديوهات في الفقرات الجاية هتشوفوا قد إيه الكلمة بتخش ومتطلعش قد إيه قد إيه الكلمة بتدخل ما بتطلعش طب ليه لأن الولد بيصدق حضرتك جدا وبيصدق حضرتك جدا لأن أنت مصدر الأمان بالنسبة ليه مصدر الصدق بالنسبة ليه مصدر كل حاجة أنت اللي بتعلمه كل حاجة ربنا بيقول في القرآن وعلم آدم الأسماء كلها ربنا علم سيدنا آدم كل حاجة أنت برضو هتعلم ابنك كل حاجة فهذه الألفاظ الألفاظ اللي بتصدر مننا لازم ناخد بالنا لازم ناخد بالنا أن هذه الألفاظ خطر جدا على أولادنا ناخد فاصل صغير نرجع لحضراتكم مع صور نعيش مع بعض قد إيه الكلمة خطيرة جدا فاصل ونرجع لحضراتكم لتوفيق الله اشتركوا في القناة رجعنا لحضراتكم مرة تانية وبنتكلم عن موضوع مهم جدا أثر الكلمة على الأطفال كلمة سلبية تؤثر آه جدا الكلمة الإيجابية تؤثر آه جدا 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 لها مفعول السح زلك علماء النفس والتربية يقولوا لما ابن حضرتك لما ابن حضرتك يعمل حاجة كويسة لكن هي بسيطة يقول لك عليك بالمبالغة في رد الفعل يعني حضرتك خد رد فعلك عالي قوي لأن احنا أصلا عندنا مشكلة في مصر والوطن العربي من قلة الثقة نقص تقدير الزات عندنا في المجتمع المصري والعربي عالي جدا فديما ابن حضرتك لما يمارس فعل وسلوك كويس لازم حضرتك رد فعلك يكون مبالغ فيه مثلا ابن حضرتك جاب نمرة كويسة في الامتحاد في الكويزات في امتحاد نصف واتفر رد فعلك برافو رائع جدا ما شاء الله بارك الله وهكذا مبالغ فيه حضرتك الصورة الزهنية اللي انت عملتها دي بتلزق في ذهن ابن حضرتك وعليه زي ما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت ان السلوك بنتيجته لما هو شافه ان نتيجة التفوق بتاعه والاجتهاد بتاعه ان مامته او بابا قال له برافو رائع جميل ايه اللي حصل مش هينسى هذه الصورة الزهنية تلزق في دماغه العمر كله وهيبقى دايما حريص ان الصورة الزهنية دي تتكرر كل مرة ان هو فرحان بيها لكن لو ولد دخل عند حضرتك للمدرسة وحضرتك مشغولة باي حاجة الفيس الانستا اي حاجة المسلسل او بتكلمي طانت او بتكلمي يعني اه ف دخل الولد قال لك انا جبت درجة كويسة فرد فعله حضرتك شو بيبقى الصورة الزهنية المختلفة فرد فعل حيك طيب كويس اه اه مبارح روحنا وجبنا وعملنا اه وقالت البني بس في حتة مني تحرقت والبطاطس حقيقة قالت الولد رد فعله بتاع حضرتك غير مناسب للموقف تماما الصورة الزهنية اللي هتتلسخ جوه زهن ابن حضرتك ان اللي هو عمله ده اللي هو تفوق مش مهم خلاص مش مهم ترسيخ الافكار والصور والمعتقدات في الزهن مهمة جدا استسمح مخرجتنا انها تعرض لي احدى الصور الموجودة بيتمقش مع بعض فيها من فضلكم الصورة دي جميلة جدا بتقول ان الولد قال لي مامته انا جبت تمانية من عشرة ففيه رد فعل غلط ليه الصورة اللي فوق ورد فعل صح ليه الصورة اللي تحت رد فعل الغلط اكيد خليك زي بنت عمك بنته جاب عشرة ابن عشرة ليه ما كنت زي طريق صاحبك ها ردود الفعل اللي فيها نقد دائم كويس ايه ده ده كارسة شجع الولد وقال له برافو عليك ان انت جبت تمانية من عشرة وقال له كل العظماء اللي زيك اول ما جابوا نمر جابوا تمانية من عشرة يعني ايه يا ماما العظماء يعني كل الناس اللي نجحت في الحياة يا حبيبي جابوا الاول تمانية من عشرة ما جابوش عشرة من عشرة لكن بعد كده جابوا عشرة من عشرة طيب الصورة التانية الام دي عندها ثقافة التربية نرجع بس يا سيد زندين معلش اللي فاتت تستسمع حضرتك الله عليك الام التانية قالت له لا كويس يا ابني ان انت جبت تمانية من عشرة حلو قوي بس المرة الجاية تجيب احسن وتكافوا على التمانية من عشرة وتحفزوا على الاتنين اللي نقصين ان هو النوبة الجاية يكون عشرة من عشرة اللي بعديها ايوا الصورة اللي بعديها الله دي بقى صورة اسمع صورة الكارسة استسمحك بس تديني وقتي عشان دي صورة اسمع انا بسسمعها صورة الكارسة الصورة الاولانية فوق على الشمال الام او الاب بقول ابنه انت فاشل يا فاشل يا فاشل فشل في ايه فشل في ان يعمل حاجة في البيت فشل في انه قيم علاقة مع احد اصدقائه او مع احد الجران فشل في انه ينجح في امتحان فشل في انه يعمل اي فشل من وجهة نظر حضرتك انت شايفها فشل طب الكلمة اللي حقيقة قلتها دي كلمة انت فاشل عادية وعدت لا خالص قالت الكلمة دخلت ودن الولد اهو الصورة التالتة بتخترق المخ زيهاك انها زرعة الزرعة بتنمو تنمو تنمو لحد اخر صورة الولد فعلا لما كبر بقى عارف انه فاشل انه امه قالت له انت فاشل اعيز اقول له حضراتكم على حاجة كلمة يا رب ما تزعلوا مني فيها اللي بيقول لحد فاشل هو الفاشل فشلت في تربية ابنك انا اسف فشلت في ان انت تشوف مهارات ابنك ايه وتنميها فشلت ان انت تتعلمي وتتدربي وكل عندك ثقافة التربية الصحيحة حضراتكم احنا عندنا امية خطيرة جدا اسمها الامية في التربية انا لو مش بعرف سوق العربية هعمل حوادث رهيبة وقد اؤدي لموت احد الناس او موتي انا لو انا ما بعرفش ادير بيتي اه سوق بيتي ادير اولادي اربيهم صح انا بعمل حوادث رهيبة في نفسية الاولاد بعمل حوادث رهيبة في عقلية الاولاد وانا مش واخد بالي اه في ناس بتمارس حاجة اسمها التربية بالصوت العالي التربية بالزعيق يكارسة لذلك اغلب الناس اللي بيسألوني اعمل ايه اقول لها من فضلك خدي دورة في التربية دورة في التربية اه يا فندم انا متربية وبابا داك الرجل عظيم وما انا بربي زي لا 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 خالص لا تربوا ابناءكم سيدنا علي مقولة مشهورة ومعروفة لا تربوا ابناءكم كما رباكم ابناءكم فانكم قد خلقتم في غير زمانهم حضرتك مصرة ليه تربينا في ولادك زي والدك والدتك لهم ما يعني يعني ايام الافلام لابياد ويسأل انتهت القصة دي لازم نحترم الوقت والزمن لازم نحترف التطور اللي احنا فيه طب اعمل ايه خدي دورة فيه تربية الاولاد اتعلمي الثقافة دي اتعلمي ثقافة التشجيع يعني ايه ثقافة التشجيع يعني حضرتك حضرتك النهاردة احنا كمجتمع مصري بنحب الحاجات اللي سبايسي الحاجات الحرقة اكلة جميلة عايز اي حتة مخلل عايز حاجة حدقة تفتح نفسي عايز شوية تمش حب الحاجات الاسبايسي حتة في الافلام الاكشن احنا شعب يحب الاسبايسي حتة في كلامنا بنحب كلامنا يبقى حراء بنحب كلامنا يبقى جارح مع مين مع اقرب الناس لحضرتك اولادك اوه حضرتك مش بتتكيفي مش بتتبسطي غير لما تقولي بنتك يقاللت الادب يالي ما تربتيش يالي مش محترمة فضلا عن الالفاظ اللي انا مقدرش قولها على الهوى الام تقولي بنتها كده اه يعني في ام بتقولي بنتها يالي مش متربية للأسف للأسف يا بايزة يا بتاع مش قال لا حضرتك بيتدمر بنتك طقت الغضب اللي عندك دي ما تطلعيهاش ازا لولادك دراسة علمية عالمية اثبتت ان الناس اللي بتمارس العنف اللفظي او الجسدي على اولادها مش الهدف بتاعها التربية انما الهدف الاساسي تنفيس الغضب لا يا فندم عندك غضب عايزة تنفيسيه لعبي يوجه روحي النادي اه او وري كوسة اشتري بطاطس لكن ما تقزيش المجتمع كله بان انت تطلعي ولاد معقدين نفسيا ما ينفعش حضرتك ما ينفعش حضرتك تمارسي هذه الالفاظ على البنت والبنت تحديدا ولا على الولد يا فاشل يا بايز يا ضايع يابتع النت يابتع الولاد يابتع الشوارعي الله 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 شوارعي مرة واحدة حضرتك بتغرس جواه فكرة ان انت حلو قوي بشكل الشريع اللي انت عايش فيه ده حتى في الشريعة الاسلامية للمهتمين النبي عليه الصلاة والسلام قال احفظ لسانك مش احفظ لسانك بس مع الناس اللي في الشارع مع اهل بيتك ده احلى عمل تعمله في حياتك احسن من ان انت تحج وتعمل عمرة ان انت تطلع ولادك محترمين مؤدبين لان انت لو اسأت تربية ولادك هيطلعوا مش يقزوك بس ده يقزوا حضرتك ويقزوا العمرة وينزوا الشارع وينزوا الحي كله ويقزي الدنيا كلها وحضراتكم بتشوف ممكن نموذج واحد فاسد قد ايه يؤثر على فساد المجتمع وفساد المنظومة والسبب الرئيسي الاسرة طب ده انا بصلي جميل ده انا بحفظ قرآن حلو قوي ده ملوش علاقة يا فندم ده علاقتك بربنا حاجة وان يكون عندك اسس التربية الصحيحة والسليمة لولادك حاجة تانية خالص ياما نساء عندهم من الدين الشيء الكبير بس مش واخدين بالهم من الفظهم من افعالهم من تصرفاتهم ما ينفاشي اللي قال لحضرتك صلي وقال لحضرتك اري القرآن وقال لحضرتك قولي الاسكار وقال لحضرتك يعني عميلي حاجات خير قال لك برضو حرصي من ان انت تدمر نفسية ولادك تدمر عقلية ولادك لا تفشلوا ابناءكم لا تفشلوا ابناءكم لا تفقدوا ابناءكم بان تتصرعوا باطلاق الالفاظ عليهم فاصل وارجع لحضرتكم نستكمل بقية الصور اللي بتقربنا اكتر من الموضوع الكارثة الفظنا تجاه ولادنا فاصل وارجع لحضرتكم ورجعت لحضرتكم مرة تانية ونكمل بقية الصور اللي بتقربنا شوية من الموضوعنا نشوف مع بعض كده صورة كمان صورة 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 اوووو الصورة دي بتقول ايه بقا القب بيمارس العنف اللفظة على ابنه اخرس ياولد مش عارف ليه اخرس يعني في ناس بتدداء جدا من ولده حركتهم كتيرة ان شاء الله يمكن في الحلقة الجاية هنعمل حاجة عن اضطرابات الأطفال بتاع فرط الحركة وتشتت الانتباه والتواحد والتخاطب لكن واحد حركته كتيرة ده حاجة كويسة طبعا يعني انت زعلانة من ابنك بيتحرك في ناس بيصرفوا دم قلبهم عشان ابنهم يمشي فابنك ربنا اداله المشي بيتحرك احمده ربنا ليه زعلانة انه هو بيتحرك في ناس بتصرف دم قلبها اعرف حد عنده مصنع وشركات بيصفر ابنه برا مصر عشان يتكلم عشان يعمل له جلسات تخاطب في ألمانيا عشان يتكلم كل اسبوع بيسافر بطيارة ويرجع ويجي عشان ابنه يتكلم طب ابنك بيتكلم احمده ربنا الصورة بتقول ان الاب بيقول ابنه بيمارس العنف الله اخرس ليه يعمل حاجة يخرس هنشوف الام برضو بتقوله اخرس لما كبر الولاد سنة بقى انطوائي لان ده هز شخصيته اخرس يعني انت ما بتفهمش انت مش كويس احنا مش متقبلين كلامك وبالتالي هيصدر عن الاب والام هذا الانفعال هيصل الولد ان انا غير مقبول انا مش محبوب انا كلامي لن يتم السماع ليه لن يتم الاخذ بيه فابا انطوي وانزوي واخد جنب وبعدين نروح نشكي ابننا منطوي ليه ابننا منعزل ليه ابننا واخد جنبي ليه ما بيتكلمش معانا ليه ابننا مش اجتماعي ليه انت السبب انت السبب انت السبب انت السبب استاذا نادي نستني هاتي اللي فاتت معلش عشان ما يخرصي يخرص ليه لو ولد بيتكلم كتير ابنك ده هيبقى حياة كويسة جدا على فكرة يبقى مزيع يبقى خطيب مسجد يبقى قائد يعني دايما الناس الولاد اللي بيتكلموا كتير دول دول خلي بالكو هينفعوكو جدا ده اللي بتحرك كتير يبقى كتير عن طوقة كتيرة يخلي بالك الولد ده بتزعليش منه ده الولد ده بعد كده يبقى ايدك ورجلك ليه هينفعك نفع عالي جدا 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 ليه يا فندم عنده طاقة ربنا مدهاله اكتر من الاقرانه واصحابه التانيين فدي محتاجة تستغل لما تلاقي ابنك بيشخبط كده ده عنده مهارة ان هو عايز يرسم يكتب يعني ينمي هذه المهارة ولد بيشخبط على الخيط او بيرسل ها ده عنده مهارة لكن عايز بس يتوجه حاجة اسمها المهارات بناء المهارات وتكوينها ابدأ كده ايه يعني نمي هذه المهارة عند الولد الولد بيتكلم كتير ده حاجة جميلة جدا احمد ربنا على نعمة انه بيتكلم نعمة عظيمة جدا واستغل بقى الكلام ده في انه يعمل قوله تعال انا عايزك تعمل فقرة وتتكلم واصورك نمي عنده هذه المهارة انت صوتك جميل على فكرة انت ممكن تقرأ قرآن ممكن تقول اناشيد ممكن تبقى تعمل فقرة في الاذاعة المدرسية يبقى انا هذه الافعال اللي بتصدر عن الاولاد انا باخد منها الجانب الايجابي واغد الطرف عن الجانب السلبي الصورة اللي بعديها اه اصبولي بقى علي يا سيدنا دين شوية معلش دي انا بسميها متلازمة العنف والغضب ازاي الراجل الموظف مديره في الشغل قال له كلمتين وهو راجل ما عندوش مهارة المهارات الاجتماعية الزكاء الاجتماعي الراجل قال له كلمتين فخلى عنده عنف وغضب شديد جدا ما قال لهش بقى يعني اوامر حضرتك شخبيط حضرتك ده فعلينا زيق حضرتك بيحدد مستقل ما قال لهش حاجة خد طاقت الغضب دي وراح البيت ادى طاقت الغضب لمراته فين الاكل ما سخنتيش الاكل ليه البسلة ليه مش شاه الكوسة ليه مئة كده طاقت غضب صاروخ في مراته طب مراته هذه الطاقة جابت واحد مستضعف ضعيف غلبان كائن يعني ارأ الكائنات الاطفال راحت مفرغة طاقة الغضب دي في الولد الصغير يا حمار يا كلب يا 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 وديت له متلازمة الكلام السلبي كلها ها صرفت له الرشدة كلها طيب الولد عمل ايه يبقى يعز بالقطة يعز بالكلب شخبط على الحيطة يبقى وز ألعابه يأزي صحابه طب الموضوع بدء منين من الأب ومن الأم وبعدين نسأل نفسنا ليه أولادنا عندهم عنف ما هو ده السبب اهو حضرتك أو حضرتك مارستي العنف اللفظي أو الجسدي على الولد فبالتالي الولد عنده طاقت غضب بين آدم بيحس بين آدم بيحس فيشخبط على الحيطة يكسر لحضرتك الحاجات في البيت يعز بالحيونات الأليفة يعز يقطع ألعابه طاقت غضب بس فمشكلة يعني حتى ناس المرة فادت ناس كتير بتقول لي أنت تكلمت على كسر كسر الحاجات من النيش ما هو النيش ده يعني إله الغضب عند القدماء المصريين اسمه نيش عنخ آمون اسمه نيش عنخ آمون تفتح الباب النيش كأنك فتحت تابوت في مقبرة فرعونية قديمة آه كارثة تحصل بقى في آه منيش طيب حتى الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لا تضربوا أولادكم على كسر الأواني فإن لها عمرا مثل عمريكم أو أعمارا مثل أعماركم يعني إيه يعني الكباة اللي وعد دي ده قدرها ده عمرها مكادش هتعيش لحظة تانية بعد اللحظة دي طب ابني كسر الكباة أعمل إيه عادي جد إيه اللي حصل مش نهاية المطاف كسر حاجة من الأوركبال ولا الحاجات اللي هي آه آه الإيشاني بقى وصيني والجرانيت وال آه كسر ده فايس إيه بقى عقبه مش هيرجع للطبق زي ما كان لكن هيبوز شخصية الولد وبعد كده مش هيبقى صادق معايا في أنه يعترف إن أنا اللي كسرت طيب تقوليلي الحمد لله قدر الله ما شاء فعل أنا شايف أن أنت المرة دي كنت حريص جدا بس شوية الحرص بتاعك ما كانش كفاية مرة جاية حرص عشان ما تكسرش الحاجة دي العنف الممارس على الأولاد إذا كان عنف لفظي تحديداً هذه الحلقة أو عنف جسدي ده حتى العنف بالتعبيرات الوش يعني ممكن الأب أو الأم يمارس العنف على ابنه بعنيه كده آه ده فيه بيصدر عن الأب أو الأم تبريئة دي قاتلة آه اسمها التبريئة القاتلة آه احذروها تبريئة تخلي الولد يعني يجي له تباول لا إرادي ونقولي الولد جاله تباول لا إرادي ليه قال لا يعني حضرتك طول النهار بتعب الولد سلبي وعنف وكلام وفي الليل مش عايز الولد يبقى نايم بيعمل كده مصدر كل خير للولد الأسرة ومصدر كل شر والطراب الأسرة ليس هناك الطراب إلا وله جزور وجزور هذا للطراب يكون مبدأه الأسرة هطلع فاصل وارجع لحضراتكم مرة تانية يريد تستنوني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رجعت لحضراتكم آخر صورة معايا بنشوف الصورة الجميلة دي بتقول إيه؟ آه الأم 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 بتقول كلام سلبي للولد فبالتالي الولد بيطلع للشارع بيقول كلام السلبي لصحابه وزميله يعني حضرتك لما بتشتم ابنك هو بيطلع الشارع يشتم ولما يكبر هيشتم ولاده لما يخلفهم لو حضرتك قلتيله يا فاشل هيطلع برة يبقى عنيف مع زميله ولما يكبر هيقول له ولاده يا فاشل يبقى حضرتك بتنقلي تنقلي كل شيء لولادك حضرتك ولادك بيشربه اللي انت بتقوليه وبيشربه اللي حضرتك بتقوله سفنجة انعكاس يعني لما بنلاقي ولد بيقول كلام مش كويس على طول تعرف النمو بتقوله مش كلام مش كويس أو والده بقول له كلام مش كويس لو الولد بيشتم يبقى مامته أو بابا بيشتمه لو الولد بيمارس السلوك مش كويس أكيد شاف هذا السلوك يبقى يبقى صورة دي معبرة جدا 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 يا جماعة ها ما يعني خطيرة جدا الولاد بيشتموا عشان بيسمعوا الشيطين من الابا او الام الولاد بيمارس السلوك مش كويس عشان برضو سموا ده من الابا او الام طب سؤال دايما بيجي لنا شكريك سوزانة دين سؤال دايما بيجي لنا هذا السؤال بيقول طب الغضب اللي عندي ده اعمل في ايه انا ممكن اردها لحضرتك بالشريعة ممكن اردها لحضرتك بعلم النفس ممكن اردها لحيك بعلوم التربية والاجتماع اردها لحضرتك في الشريعة في الشريعة حديث جميل اوي 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 الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول من كتم غيظا من كتم غيظا يعني البركان هينفجر بس يتقفل من كتم غيظا وهو قادر على ان ينفزه يعني حضرتك ابنك عصبك دايقك وحضرتك عندك مقترة تديله يعني مجموعة ابكاس او تعمله الفنش بتاع انتر تيكا وتخلص تداش ميله انت اقوى منه ها لذلك سبحان الله اللي بيضربوا بيضربوا عائلهم مصغيرين الولاد لما يجبروا بيضربوكم بس مش بيدهم لا 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 ده لو يعني ها بيضربك بافعاله واتصرفاته واسدوك وعقوقه عققت ابنك قبل ان يعقق دكتور محمد بكر اسماعيل ده استاذ كبير في جامعة لازر رحمه الله كان عامل كتاب خطير جدا aboutد اسمه حقوق لس سماعيله عبناء على لقر حقوق الابناء على لا حضرتك انت غلطان حقوق الاب CE حقوق الاب على الابناء لا يا فنم حقوق الابناء على الاب يعني الولاد لهو محط على حضرتك طبعا اول هزي arran ان انت تطلع الولد سليم نفسيا وفكريا وزهنيا واجتماعيا بفاهيم صحيحة ومعتقدات صحيحة وسلوكيات صحيحة يعني في حقوق الولد ياخدها مني اطبع الاسم الحسن والتربية الصحيحة وتعليم الدين والشريعة واحترام الغير والاقلاقيات والاداب يريد نراجع هذه الحقوق يبقى رقم واحد اننا لو كتمت هذا الغيز ولا ممكن اداش من الولد ده ايه الجيز اللي اخدها من كتم غيزا وقادر على ان ينفزه الله يدعو يوم القيامة على رؤوس الخلائق ويخيره من اي حلل الجنة شاء يلبس يعني حضرتك بتاخد حاجة كبيرة في الجنة بسبب ان انت الغيز اللي عند حضرتك ده كزمته ومسكته وان من الزنوب الزنوب لا يكفر الا تربية الاولاد والرسول بقول له واحد عنده كان ولد وحرص على تربيته ومتقدبه ومتعليمهم كنا له حجابا وحجازا من النار يوم القيامة يعني لما الغضب دهت وحاوله الهدوء حاجة جميلة جدا تاخد سواب من الله يوم القيامة وده جهاد وجهاد اكبر كمان الجهاد في تربية الابناء ده جهاد كبير جدا 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 زي جاهد نفسي ان انا ما كنش مؤذية لولادي ايزاء مباشر او ايزاء غير مباشر في اساليب التربية طيب يبقى انا اعمل ايه لان انت محتاجة تبقى هادية لان انت لو متوترة هتوتر الدنيا كلها لو حضرتك سخنة هتسخن الدنيا كلها لو حضرتك منفعلة هتخلي الدنيا كلها حولك تنفعل لو حضرتك مشعلي لنار حضرتك هتشعلي للدنيا كلها نار الام هي المقياس الحقيقي لكل حاجة في البيت فيبقى انت هتاخد اجر وسواب كبير جدا وحضرتك لما يجي لك طاقت غضب عاوز ايه ده كن هادئا عشان انت بتقذي كل كلمة بتقولك انك بتدي مصمار في ابنت شخصيته بتدمره يعني حاجة مجربة ومهمة جدا لازم كل يوم في البيت نعمل جلسة هذه الجلسة انا بكلم حضرتك حضرتك من حلول التربية في البيت عشان نسيطر على الغضب ان احنا يعني الاخطاء اللي الولاد بيعملوها نعالجها بس بشكل جماعي مش بشكل انفرادي نبي كان بيقول ما باله اقوام يعني لمح على الموضوع من بعيد العلاج بقى بالقصص والعلاج بالحكي والعلاج بها كذا تعالوا نعمل كده قعدة في البيت كل يوم نقرى حديث وكل ولد من الولد يقراها نقرى آية قرآنية تعلم الولد دعاء او ذكر تعلم الولد فضيلة كل يوم عشر دقايق مش اكتر من كده عشر دقايق في كل بيت تخلي الشياطين تطلع من البيت الشياطين اللي سكنة معانا ايجار قديم مش ايجار جديد يعني الشياطين معاش عيشة في البيت مش عايزة تطلع لا قانون الطرد جايب معاها ولا قانون الجزء ولا حاجة خالص قعد بس في البيت كده كل يوم انت ولادك من فضلك ادي البيتك عشر دقايق في ان انت تعمل هذه الجلسة الجميلة حلقة علم او حلقة تعليم او قعدة فيها كلام الله ايه اللي يحصل النفوس تهدى وحضرتك يبقى عندك جزء من الهدوء النفسي ولاد حضرتك خلي ابنك يقرأ خلي بنتك تقرأ يوم الجمعة يوم الجمعة خلي البيت نقرأ صورة الكهف اللي هي سنة عن الرسول طب احنا مش حفظنا نفتح المصاحف حتى لو نقرأ من عشر ايات جميل اوي الكلام ده ده يعمل ايه في البيت ده يخلي مشاكل البيت تدوب علم ولادك قبل يما يناموا لأذكرهم دايما دايما خلي ولادك خلي بالك بقى خلي ولادك عندهم جزء طربوي ديني جزء طربوي نفسي جزء طربوي اجتماعي جزء طربوي سلوكي كل ده هيجتمع وتحط في خلاط ويطلع لك شخصية متزنة شخصية هادئة شخصية تكون ناجحة كما ان الاسرة بتصنع المهندس والدكتور والعالم وامام المسجد والخطيب وا 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 بتصنع المنحرف بتصنع المضطرب بتصنع المكتئب بتصنع المدمن بتصنع المنحرف بتصنع المتشرد انتي اه افعلنا افعلنا بتحدد مصير ابناءنا فاصل اخير وارقع لحضراتكم اشتركوا في القناة الوقت بيعد بسرعة احنا حاولنا بس يعني نمر مرورة الكرام كده نظرة سريعة على هذه المشكلة نحاول ان شاء الله يعني نعالج هذه المشكلات لما نعود مع بعضينا بنصح كل أب ياخد دور التعديل السلوك في اي مكان دور التعديل السلوك والتربية دي مهمة جدا 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 ازاي نتعلم ازاي نتعامل مع ابنائنا ان شاء الله بإذن رب العالمين 31 يناير دي اخر حلقة في شهر يناير الحد القادم واحد والتالتين دي هتبقى اخر حلقة ان شاء الله في شهر يناير رب العالمين ازاي وفقنا هتبقى دي اخر حلقة عن الاولاد ومشاكلهم شهر اتنين برب العالمين وتوفيقه هنتكلم بقى شوية عن الاضطرابات زي الاكتئاب زي الفصام زي الادمان بعض من الاضطرابات السلوكية والنفسية عند المراهقين والبالغين والراشدين بإذن رب العالمين ان شاء الله بنعلن المؤسسة مؤسسة انسان بتعلن عن دورتين دورة في القاهرة في فرع مدية نصر المؤسسة ويعني دورة في محافظة الفيوم هيحاضر فيها يعني نخبة من الاسدزة هنتكلم فيها عن تعديل السلوك وكيفية التربية بالطريقة الصحيحة النهاردة انا حقيقة انا حقيقة اتبسطت جدا ان انا كنت مع حضراتكم اتكلمنا في موضوع غاية الاهمية وغاية الحساسية اتمنى من كل ام كل اب كل مربي حتى امام المسجد حتى يعني قصيس الكنيسة كل من له صلة بالتربية نخلي بالنا ان احنا مؤسرين جدا 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 كلامنا لو حضرتك مدرس في المدرسة وشجعت ولد قلتوله برافو انت متفوق انت نابغة انت حاجة كبيرة نخلي بال حضرتك هيبقى كده اللي احنا شايفين في الولاد هو اللي يحققوا لما يكبروا هاختب لحضراتكم بقصة جميلة جدا مثال حلو قوي حب اقوله للناس فيه تلات لصوص تلات حرمية شايف واحد شايفين واحد عربي في الصحراء معاه غزالة غزالة دي لحمها من افضل انواع اللحوم وتمنها غالي ومسكها رائع فقالوا لازم نحتال على هذا الرجل وناخد منه هذه الغزالة فقالوا طيب نعمل خطة قسموا بعض في تلات اماكن في مدفات متفرقة الاولاني قابلوا العربي قال له ازاي يا شيخ قال له كويس قال له ازاي راجل محترم زي حضرتك يشيل كلب على كدفه قال له كلب يا راجل دي غزالة قال لي يا فندم كلب قال له لا دي غزالة غزالة ده كلب يا فندم براحتك انا علي اقولتلك لان شكلك غير مناسب ان انت تشيل كلب زي كده راح للراجل التاني قال له برضو كلب قال له ازاي قال له انا بقولك راح للتالت لسه هيقول له ده قال له خد يا عم الكلب ده الكلام وتأثيره قول لابنك انت شاطر انت مضفوق انت مبدع انت رائع هتلاقي نتيجة ده احفظ لسانك ان انت تتنمر لفظيا على ابنك او بنتك مبسوط اننا كنت معاكم يا رب الحلقة تعجبكم شيروا لايك وانشروا اللي تشوف انه هو مناسب شرفت بيكم وشكر لمتابعتكم ربنا يوفقنا ويعيدنا على التربية واصولها بالطريقة الصحيحة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة